أهلا بكم من جديد البداية بقطاع السكن حيث تنتظر مئة العائلات بولاية ميلا موعد توزيع قرابة خمسمائة وأربع وخمسين وحدة سكنية التي ورغم انتهاء الاشغال بها إلا أنها ظلت مغلقة والمفارقة أن هذه السكنات الاجتماعية الإجارية تنتظر ربطها ببعض الملافق الضرورية المزيد في سياق تقرير صافيا بعون تسبب تأخر توزيع مئات السكنات الاجتماعية في ولاية ميلا بإلحق أضرار بلغة بها موازاتا مع بطء الأشغال العامة الخاصة بالتهيئة الخارجية وعدم ربطها بضروريات الحياة رغم أنها تعود لبرنامج 2007 استحصناها السكنات منذ عشرين شهر ورغم الاحتجاجات لدينا ولقاف الاحتجاجات أمام الولاية أمام الأوبيجي لكن اليومنا هذا كتشوفوا في الأوضاع تحم مخدمون نوالو رغم الاحتجاجات المسؤول هنا ويقول باللياري الأمور يمشي فحصة 554 سكن إيجار اجتماعي بعاصمة الولاية يفتقر لمقومات الحياة وأصبحت البنايات الشميخة المنجزة بأموال طائلة من عرضات للتخريب وتكشف هاته المشاهد عن مدى ضرورة التعجيل بمنح مفاتيح السكنات لكن ليس قبل الانتهاء من الأشغال القائمة بوتيرة واضحة للعين ولأجل معرفة رأي الإدارة المعنية تنقل تلفزيون النهار إلى مصالح ديوان ترقية وتسير العقاري غير أنهم تحججوا بترخيص مسبق من قبل وزارة السكن للإدلاء بأي تصريح في أي ملف كان تجسد حلم العديد من العائلات المتضررة من الزلزل الأخير الذي ضرب العاصمة المتمثل في سكنات لائقة بعد ترحيلهم إلى عدة أحياء جديدة لكن عدم توفر الملافق ضرورية بأغلب هذه الأحياء جعل السكان في حزلة التقرير لإبراهيم غطاس هل تحولت هذه التجمعات السكنية إلى مجرد مراقد؟ سؤال يتبادر إلى دهن أي زائر فعمليات الترحيل الأخيرة التي كانت تحت ضغطا من الشارع بدأت عكاستها تظهر للعيان فرحة العائلات المستفيدة من عمليات الترحيل الأخيرة لم تدم طويلا فأغلب الأحياء السكنية غير جاهزة بشكل كلي على غرار حي ألف واثنين وثلاثين مسكنا بأولاد منديل استضم سكان هذا الحي بمشاكل عدة على رأسها غياب المرافق الضرورية الأمر الذي جعلهم يعيشون ما يشبه العزلة يخصون الحوانة يعني تعاقب قادي تسماء كما نقوله ديسبونسر صيدالية بيسري ترانسبور بولونجي ما عندناش شباب ما شاء الله بصح فيه بزاف نقائس دوك ما يقولك باش تشري الدواء ولا تدعي عائلتك يمرض لك ولا تصغير في الليلة ما عندك شما باوين تدعي ديسبونسر ما عندناش من جهته صرح رئيس بلدية دويرة أن عدم جاهزية هذه الأحياء الجديدة بشكل كلي راجع لاستغلال السكنات قبل الموعد المحدد لها معتبرا أن مسألة تزويد الحي بالمرافق اللازمة هي مسألة وقت فقط سبقتنا لأحداث طبيعية زلزال أنه كنا مضطرين باش نرحلوا الناس رغم أن بعض المرافق ما كانش جاهزة مئة بالمئة هذا ما يعينيش أنه راح نطولوا فيها في القريب العاج راح نتكفلوا بجميع انشغالات المواطنين بالحي المذكور اللي هو بلد من ديل 1032 سكن سواء ملحقة البلدية أو المستوصفة أو السوق كذلك بنسبة المرافق الأخرى مثل المدارس أو مساحة اللاعب كلها كلها راح تكون إن شاء الله نستلمها في الدخول الاجتماعي الجديد هذا ونحن على بعد أيام معدودة على موعد الدخول الاجتماعي ينتظر المستفيدين من السكنات الاجتماعية بتجمعات السكنية الجديدة وفاء السلطات بتعهداتها نبقى في قطاع السكن حيث تواجه أكبر معمرة بمدينة سيد بلعباس الحجة ربيعة تواجه الحياة بمرها وحلوها فرغم تنصر السلطات من مسؤوليتها تجاه مأساتها الاجتماعية لأن الحجة ربيعة تتطلع الالتفادة من السلطات في آخر أيام عمرها أنيس بن حلاوة ورد أقشيشة وقفا على معاناة خالة ربيعة وأعدى هذا التقرير لطالما كانت قصص أكبر المعمرين سنا في العالم تحت المجهر لكن بسيد بلعباس الأمر مختلف فالحجة ربيعة أكبر معمرة في الولاية والتي تجاوز عمرها القرن بسبع سنوات والقاطنة في مرزل أيل للسقوط في أي لحظة وبالرغم من فقدانها لنعمة البصر إلا أن الحجة ربيعة تتمتع بذاكرة قوية والمفارقة أنها في طلاع دائم على آخر التطورات في جميع الميادين دارها تكتر عليها كي قربش فيها إلا 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 المجسة المجسة تترعوا هالي بسبوق هتكتر علي كل غربية قال بي كاتبها لك ربي تنحقه بزينا ولا مشينا أخدمنا بكري تمشينا شتنا حوزنا الحمد والله ولا مرفيد ربي مرفيد ربي كل شي فيه ربي واشتا نقول لك أولدي أنا ما يشي ربي ما شو أقول لك أعطني الحق وندير وندير أنا بشي ما يعرف الحجة ربيعة التي تحولت إلى محج لسكان وزوار مدينة سيديب العباس تحظى برعاية خاصة من بعض الشباب الذين يلبون احتياجتها في ظل تنص للجهات المعنية من مسؤوليتها الحجة ربيعة التي هي عبارة عن موسوعة تأمل في أخر أيام عمرها في أياد تنتشرها من غياه بالنسيان إلى موضوع آخر تسبب توقف نشاط ورشات تحويل الخشب على مستوى بلدية كيمل بولاية باتنة منذ أكثر من شهرين تسبب في دخول أكثر من مئة شاب في بطلة وهو ما دفعهم إلى مطالبة السلطات المعنية تجديد وتمديد عقود تطهير الغابة لتمكنها من المادة الأولية المتوفرة تقرير سعيد حريقة توقف نشاط تسع ورشات لتحويل الخشب على مستوى منطقة سيدالي ببلدية كيمل ويلا يتباتنا منذ شهرين كاملين بسبب رفض محافظة الغابات تجديد وتمديد عقود تطهير الغابة التي كانت مبرمة بين المحافظة وأصحاب هذه الورشات نخدمنا شهرين ونحبسنا تشوف في الغابة الغابة تتوعنا شهرين 15 نخدمنا كل مؤسسة أنا في 9 مؤسسات كل مؤسسة تنسس 15 عمل راننا نحن أزمة في البلدية هذه ونباية تمسكو بندوقع عندنا شهرين باش يعطونا التمديد تانا معطوناش تمديد تانا وروا عندنا مشكل هنا في الحطب روا عندنا الحطب راننا مسلكينه وراننا مديناه شي لحد الآن روا عندنا شهرين وحنا نستنه يقولوا كيفوط رمضان نعطيك تمديد زي سماس جاية لحد طلع المحافظة طلع الريس هذه المشكلتان والغريب في هذه القاضية هو أن رفض تجديد وتمديد عقود تطهير الغابة جاء بالرغم من توفر غابات كيميل على أكثر من ثمانية آلاف هكتار من الأشجار المحترقة والجفة التي يستعملها أصحاب ورشات تحويل الخشب كمادة أولية مادة هذه الأولية هي الصانوبر الحالبي وراه هنا متوفر متوفر بكثرة خاصة هنا في ضرق تشوف في الجبل هنا راح متوفر وراه وبخلتنا السلوطات باش ما يتبيع ناش رانا شباب فتح رواعنا مش قال أونساج ولا تبع رزقنا ونخسرنا با فتحنا ديباش دمارنا فتح مؤسسات صرفنا صوارت ورانا ندعمه في الشباب ورانا نخدمه قالوا ولد البلد منطقة نائية ما فيهاش لخدمه الدنيا أمام هذه الوضعية توقف مدخول حوالي مئة عائلة على اعتبار أن كل ورشة من الورشات التسع تشغل ما لا يقل عن أحد عشر شابا وتنقل تلفزيون النهار إلى مسؤول مقاطعة الغابات لبلدية كيمل لمعرفة رده حول هذه الانشغالات إلا أنه رفض الإدلاء بأي تصريح بداعي أن القانون يمنعه من ذلك وبهذا مشاهدين نصل وإياكم ملاخذة من نشاتنا المحلية شكرا على طيب المتابعة والإصغاء في أمان الله